وقف قدامي وبكل جبروت قال لي ما تقضيش على آخر زرة عقل وثبت فيها خدي بعضك وامش انت وابنك قلت له انت ليه بتعمل كده قل لي ازاي هونت عليك قل لي ازاي استهو انت بكل الموقف اللي بينها لقيته بيقول لي انا عارف ان الموقف اللي انت فيه صعب صعب جدا بس انا قلتلك انا كنت هتجوز يعني هتجوز انا تجوزت واحدة غيرك وانت عارفة انا عملت كده ليه كل ده بسببك وانا يا ما نبهتك يا زينب وقلتلك اتغيري وانت تجهلت كلامي كله وكنت بتعملي اللي في دماغك ودي النتيجة ودلوقتي بقى لازم ترضي بالامر الواقع وتقبلي درة والعلمك عشان اكون صريح معاك هيكون لها نصيب الاسد فيها وانت ترضي بالله الدهولك يا اما تطلقي وتشوفي حالك وربنا يرزقك بالاحسن مني بشخص يكون مبسوط بطريقة حبك اللي انت دايما بتصمي انك تعمليها ويرتح معاك فضلت بصانه وانا مش مصدقة مش مصدقة اللي وداني سمعته ولا مصدقة اللي عنها يا شايفاه كان واقف ببصلي باسرار وتحدي وتصميم وكأن حياته معاك كان يتكبوس واخيرا بدأ يفوق منه رجعت الورا وانا بسأل نفسي يا طار ايه اللي انا عملته استاهل عليه كل ده اللي انا عملته فيه يخليه يباعلي بالسهولة دي ده انت طول عمري بعمل كل حاجة عشان راضيه بعمل كل حاجة عشان هو يكون مبسوط ازاي قدر ينام جب واحدة غيري ويقرب لها ازاي قدر يبص لها بنفس الطريقة اللي كان بيبصلي بيها ويسمحها نفس الكلام اللي بيسمعهولي لأ ده كمان بيسمحها كلام جديد طلع من قلبه يمكن عمره مقلهولي ازاي ازاي انا مش فهمة وكمان بيقول لي اروح اشوف واحد غيره وهو ما يعرفش ما يعرفش ان انا ما قدرش عايش من غيره ما يعرفش ان انا بازايه ما قدرش اكون مع راجل تاني اصلا انا من يوم ما وقعت عالدنيا وانا ما بحبش غير هو ما فتحتش عيني غير عليه ازاي قدر بسهولة يقول لي كل ده فاكر ان ممكن ادي مشاعر لحد غيره فاكر ان بسهول علي ان في حد يقرب مني ويبقى لي نفس الحقوق اللي هو بيمارسها معي مش عارفة ازاي قدر يقول كده وما لقيتش حل غير ان انا اخد بعضي واخد ابني وامسي مش عارفة عامل ايه كنت فاكرة ان هو هيجري ورايا كنت فاكرة انه هيجي يحاول يتحال علي عشان اسامح لكن هو ما عملش كده هو خلف كل التوقعات انا ما كنتش اتخيل ابدا انه يباعني بالسهولة دي المهم عدى يومين ثلاثة وجي البيت قلت له انا نفسي اسألك سؤال واحد بس سؤال واحد مش عايزة غيره ايه لا انا عملته يخليك تعمل فيا كده ممكن اعرف كل التصرفاتي وكل اللي كان بيحصل بيني وبينك كنت بعمله بحب ايه لا انا عملته عشان تتعبني قوي وتظلمني قوي كده وتيجي علي قوي كده لقيته بيقول لي مش عارفة عملت ايه قلت له لا مش عارفة قال لي تعالي نفتكر من البداية مع بعض وافتكرت لما تعرفت عليه في الجامعة كان شاطر جدا ومتفوق كان لطيف ودايمن مبتسم ووش وبشوش بصراحة شدت له فكت بتحجك دايما اني مش فاهمة نقطة معينة عشان اروح له يعدي شرحها لانه كان دايما بيشرح للدفع كلها وكان دايما بشوش مع الكل وابتدى يكون ما بيننا كلام وكل واحد عارف كل حاجة عن التاني كان وحيد ملوش اخوات وحالتهم متسرة حبيته وهو كمان حبني وعرفني على مامته وبقنا اصحاب انا وهي وبعد سنة جابها وجب ابوه عشان يتقدموا لي واتخطبنا ومن ساعة خطوبتنا وشفت امه واهتمامها به قلت بس انا ان النهاردة لازم اكون زي امه انا احبه قد ما هي بتحبه اكتر واحاول اعمله كل اللي هي بتعمله له هيكون ابن البكري ودلعه زي ما هي بتدلعه الزيادة وده ما كانش ابدا عشان غيرانا منها او محاول ان انا اخده منها بالعكس والله ده كان من حب ليه اصلك لما بتحب حد بتحول بكل جهدك انك تساعد وتفرحه وفعلا بقت بمناسبة ومن غير بمناسبة بهديه بهديه بالحاجة اللي عرف انه بيحبها او بحتاجها بسأل عليه وبهتم بصحته وبأكله وبشربه غرقته اهتمام واهتمامي زاد اضعاف بعد جوازناه في البداية كان الامر عادي مع ان كنت بشوف اهتمامي مش فارق معاه لكن كنت مكملة وبقول ده ابن قلبي والام عمرها ما تبطل اهتمام ولا خوف على ابنها مهما كبر ومهما حسن برضه انه مش محتاجها قديته اهتمام مالوش حدود كنت بعمل كل حاجة علي وعليه اي حاجة كان مفروض يعملها هو اكتنا اللي بعملها كنت دايما بحاول اخلي بيتنا جنة يدخلوا يرتاح فيه من كل التعب ويلقوا طلباته كلها مجابة حتى من قبل ما اطلبها لكن الغريب انه ابتدى من فترة اشتكي من الوضع ويقول لي ان الحياة بقت مثالية زيادة عن اللي زوم ومملة ويقول لي انه نفسي نفسه يحس انه هو مسؤول عن حد وانه هو اللي بيقوم بدور مش طول الوقت انا اللي سد كل الاحتياجات كنت رد اقول له يا حبيبي ما تتعبش نفسك كل حاجة تهون الا تعبك انت انا كل حاجة بعملها على قلبي زي العسل انا مش تعبانة بالعكس انا مبسوطة لغاية لما لقيته بيتغير معايا بيغب وراء البيت كتير وخرجته كترت همسه في التليفون وابتسامته اللي ما بقيتش من فرق وشه حسيته بيبعد عني واحدة واحدة وبقى دايما مبسوط وسعيد لغاية لما في مرة قررت ان اكتشف السر اللي جوزي مخبي عني استبعدت ان يكون بيعرف واحدة تانية اصل بعد الاهتمام ده كله هيحتاج الستة التانية ليه هتديره ايه اكتر من اللي انا بدهوله لكن الصدمة الكبيرة اللي كنت بستبعدها هو اللي لقيته حصل ولما فتشت التليفونه اكتشفت ان فيه واحدة في حياته وفعلا في بينهم قصة حب كبيرة وكلام كلام بيقولوه والمصيب انها مطلقة ومعها ولد والولد تقريبا هو جوزي اللي مسؤول عن كل مصاريفه في كل حاجة حسيت بركان انفجر في قلبي من الغيز وما قدرتش استنى للصبح رحت صحيته واجهته قلت له ليه انت ازاي بتعرف واحدة تانية عليها وكمان عندها ولد وانت اللي مهتم بيه وبتدفع له كل مصاريفه لقيته بمنتهى الهدوء رد علي وقال ليه ايوه بعرف واحدة تانية عليك ودي زملتي في الشغل وبحبها ومتفقين على الجواز وكده كده كنت هعرفك بس كنت مستنى لما نقرب نتجوز عشان انا مش هستحمل نجد من دلوقتي انهرت وحست ان رجليا مش شايلاني عادت قدامه على الكرسي وبكل هدوء قلت له وانا بحاول اكتم كل اللي انا حاسة به طيب وانا طيب انا هسألك سؤال واحد انا قصرت معاك في ايه عشان تروح تدور على واحدة تانية انا عملت ايه ايه اللي انا بديته لكش عشان تدور عليه عند حد غيري وهنا كل الهدوء والثبات اللي كان قاعد بيتكلم بيه لقيته تحول لغضب ولقيته بيقول لي هقولك انت قصرت في ايه هنا بقى المشكلة هنا العقدة ومربط الفرس عارف انا لقيت عندها ايه مش عندك لقيت عندها نفسي كياني لقيت عندها احتياجها لي لقيت ضعفها اللي حسسني بقوتي لقيت قنستها اللي حسستني برجلتي انا لقيت نفسي معاها نفسي اللي بقى لسنين بدور عليها معاك ومش لقيها من اللي فهمك انك لما دختي دول امي في حياتك ده يبسطني ولا هيريحني من اللي قالك ان الرجالة بتحب طول الوقت تكون مرتاحة اللي بيحب يكون مرتاح طول الوقت ويشايل مراته المسئولية دول مش رجالة يا هانم دول اشباه رجال وانا مش منهم انا كنت طول الوقت نفسي حس ان انتوا مسئولين مني نفسي حس ان ابني محتاج لي انا عمري ما ابني جه وقال لي يا بابا انا محتاج حاجة لان انت طول الوقت تسند الاحتياج ده انت عملت نسخة تانية من امي امي ونفسي تعاملها معايا وامي كانت سبب في وقدتي ومعاناتي من صغري طول عمرها بتبصلي على ان لسه الطفل الصغير اللي ما يقدرش يعتمد على نفسه ومحتاج لها تمسك ايده طول الوقت وتعدي الشارع وتوصله لاي مكان عايز روحه